بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبات وطلبات الصف الثالث الابتدائي إن شاء الله نكمل مع بعض هناخد test 5 on unit 8 الاختبار الخامس في الوحدة التامنة وإن شاء الله في الفيديو القادم ناخد الاختبار السادس مع بعض بإذن الله نبدأ مع بعض السؤال الأول والثاني بيكون listening السؤال الأول listen and circle بتستمع للمعلم وتعمل دايرة على كلمة الصحيحة What could you do when you wear 5 هي تفرعت في كلمة واحدة هنا What could you do when you wear little هنا What could you do when you wear 5 نعمل دايرة على رقم B لا What could you do when you wear 5 السؤال الثاني Could you Could she count to 10 Could she count to 10 No good Could she count to 10 Number 3 Where were you قال We were at school We were at school Number 4 Could you say the alphabet When you were little Yes I could Yes I could السؤال اللي بعد كده حبيبي السؤال برضو listening بيقول لسن استمع لسن وكومبليت استمع و أكمل And the teacher Noa and the teacher Noa سألت السؤال أولا I am sorry I don't know أنا أسف أنا مش عارف إيه I don't know how to write the letter M هنا I don't know how How كيف The letter M Can Can I show you Can I Show you How It's easy هنا Can I No It's hard صعب لا common Don't give up Give up بمعنى يستسلم Don't give up لا تستسلم فقالت Is it right بعد كتبتها Is it right The teacher قالت لها Good work Good work إنوها السؤال اللي بعد كده سؤال reading كراءة سؤال reading عندي Choose the correct answer from A, B, C, O, D بيقول The teacher asked me to note the alphabet correctly Alphabet اللي هي حروف الهجاء حروف الهجاء لتل ولا كون تعد واللي سي يقول واللي بلو ينفخ طبعا the teacher said asking me to say the alphabet نو يقول when he was when he was five he could not english بعد كان ويقول الفعل في المصدر يبقى هنا spoke مرة بسيط speaks مرة بسيط ما هو شوئت فائس speaking ing speak الفعل في المصدر يبقى بعد could الفعل في المصدر yesterday بالأمس مونة could is be a word مونة استطاعت أن تذبل أو تقول الحروف الكلمة بتعادل عن yesterday في زمن الماضي يبقى كل الجملة في زمن الماضي هنا could يبقى التانية a kid couldn't بسيط يبقى بتعادل couldn't علي please help me but not the homework ده اسلوب منادة بينادة على علي بقول له علي please help me but not the homework pass by at out in يبقى pass out the homework my sister can not to 10 my sister can eat take count يعود drink يشرب بيل يشرب طبعا my sister can count to 10 تستعى أن تعد لحد الرقم 10 my sister نقض say the alphabet when she was for يعني استطاعت أن تكرأ حرف لجاء أو تقول حرف لجاء عندما كان عمرها أربع سنوات طبعا في زمن الماضي was for يبقى نحط could تنفع you couldn't count أنت لا تستطيع أن تعد when you wear little صغير السن short كسير tall طويل old كبير السن طبعا you couldn't count when you wear little write the letter d اكتب حرف d اكتب حرف فين اكتب حرف على المرصاص برد على الخبز بين المجاف والبورد على الصبورة طبعا بورد اللي هي الصبورة سؤال رقم أربع choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة choose the correct answer with a b c or d as a circle sorry circle the old word and replace it with correct one spell يتهج فعل built بنى فعل الماضي speak فعل مضارع يتحدث throw يرمي فعل مضارع يبقى spell فعل مضارع speak مضارع throw مضارع built زمن الماضي يبقى المختلف الزمن الماضي built وحول built الفعل المضارع يبقى build ممكن اكتب اي فعل ممكن اكتب play help go ولكن يكون في زمن المضارع البسيط build كشرة فعل ماضي play لعبة فعل ماضي visited زارة فعل ماضي show نوع يري او يوري طبعا كل ده مضارع بسيط اما دول ماضي بسيط نحاول show للماضي يبقى should بعد كده فات سن طول شارت طبعا دي صفات فات سمين سن رفيع طول طويل شارت اميس طبعا هي حرف واحد الاختلف نعم ندر على شارت ونكتب short بمعنى قصير train كطار car سيارة school مدرسة bus tour كلهم وسائل مواصلات معد school نعم ندر على school ونكتب وسيلة مواصلات ممكن نكتب plane الطائرة plane sand castle قلع من الرمال 10 10 beach شاطئ umbrella الشمسية طبعا دي كلها حاجات موجودة عند البحر معدى 10 ممكن نكتب حاجة ترتبط بsand castle للقلع من الرمال ونت بتعمل على الشاطئ beach الشاطئ umbrella ممكن نكتب c البحر لان البيان ممكن ترتبط مع الكلمة السؤال اللي ببعلك سؤال القطعة بيقول لي read read the passage and answer the questions dear سماح yours asmaq اول حاجة مجرد ما أبص في اي سؤال مجرد ما أعمل اي حاجة لازم أعرف الأول مين اللي باعت الإيميل وباعت المين يبقى اللي كتب الإيميل أسماء مبعوط لسماح يبقى السماح ده هي اللي مبعوط لها الإيميل فأسماء بتقول لها when you move the way يبقى من اللي اتنقلت سماح i was sad مل حزين أسماء i miss you very much افتقدت كثيرا do you miss me هل افتقدتني last Sunday الأحد الماضي i went to our old friend heba's house ذهبت إلى منزل صديقتنا القديمة heba for dinner لتناول وجبة العشاء she showed me ورّتني أو أظهرت لي some old photos بعد الصورة القديمة of our kindergarten class لفصلنا في الحطرة she told me some interesting things أخبرتني بعض الأشياء الشيقة we could do when we were little لكنا بدعملها أيام ما كنا صغيرين do you remember هل تتذكري what you could do ماذا كنت تصنع أن تفعلي when you were little you could build huge sand castles كنت بتضري تبني كلاعة من الرمال ضخمة do you like new york ألا أحببتي new york يبقى سماحت نقلة راحت فين راحت ني york are you making many friends هل كنت بتكوين سرقات هناك الكتب الإيميل أسمع السؤال الأول بتقول فيه سماح عاشها دلوقتي فين طبعا ما قال شي where did لأن ما كانش في الماضي ما أسهلكش على كتب تعيش في الماضي ولكن بقول where does سماح live يعني أين تعيش الآن نقول she lives هي تعيش الآن in in new york ودي برضو موجودة في الكتعة in new york طيب what did في الماضي what did سماح do last sunday السماح عملت إيه الأحد الماضي she هي ذهبت بقول برضو في الكتعة she went to their old friend he was house he was أبوستوف اسم مكية house فلسطب في الأخ يشغال بعلك يا حبايبي رايتنج كتابة بور رايت an e-mail اكتب e-mail to your friend بصريك ايمان يبقى هنا to e-man e-man أكيد لها e-mail address يبقى e-man at gmail dot com بقى كلا from من مين طبعا قالك your name is mona قوم كتب mona لها e-mail address at yahoo dot com السبجكت الموضوع بقى tell hear about your activities in the kindergarten your أحوالها الماي يبقى my activities الأنشطة اللي كنت بقوم بيها in the kindergarten kindergarten في الحضان kindergarten kindergarten طبعا هبدأ بي بدير عزيزي أو صديقي أو عزيزتي إيمان لإني ببعث لإيمان أبدأ برضو بمقدمة بسيطة عشان المكان أقول how are you and your family لو عاوز المقدمة الكبيرة لو عاوز المقدمة أكتر من كده يعني عرفنا نقم بحتي لك إن شاء الله في تعليقك how are you and your family أبدأ أقول I'd like I'd what do I would I'd like to tell you what do about my kindergarten full stop when I was little عندما كنت صغيرا in the kindergarten in the kinder garden I could say the alphabet say the alphabet come with a full stop I could count start and out to 10 full stop I could throw أبول أبول ممكن كتب برضو I could speak English I love my teachers I could see you soon see you soon see you soon أراك لاحقا yours صديقك أو حبيبك مين من لازم بس اكتب الايميل يكون شكل الايميل مضبوط يكون تو وفرومو سوبجيكت ودير مقدمة الموضوع والخاتمة بسيطة سيوسون ويورز واكتب اسم اللي كتب الايميل السؤال اللي بعد كده نقوم بترتيب هذي الجمل ابدأ بدو ادو دو يو ريمبر هالتتذكر هالتتذكر رياض الاطفال اول حدونا كنا فيها هنبدأ بدو كيلين الفعل امر كيلين ذا بورد نظف السابورة كمع السطر بليز من فضلك من كتويت the following sentences شؤال بنكتويتشن عندي يس اول حرف كابتال اللي لتر الواي يس كم على السطر هيا بواي الواي الأول كود كاونت توتين فالأخر فلسطة عند الواي وعالدي فلسطة ما كنت لفعل الشخص عندها كانت 10 ما الدب لكاتل لتر What could the girl do when she was 10 في الاخر كوشا مارك عشان ده سؤال كنت اكون خلصنا test 5 on unit 8 ان شاء الله نبدأ نحل test 6 on unit 8 نزلكم في رعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته